اشتركوا في القناة الله سهلا بك وبالأخوة والأخوات من المشاهدين ومشاهدات يا مرحب حياك لباليمان وطاعة الرحمن وكما جرت العادة من فلسفة هذا البرنامج وقفات كما اتفق المعنيين عليه في ولات أن ننقل الملاحظات من حياتنا اليومية من التصرفات من الأحداث من المواقع في حياتنا وأن نضعها أمام الشريعة الإسلامية حتى تقومنا في حالة العجاج بالكتاب والسنع العنوان الوقفة القادمة هو بطلب وأمر خاص من مخرجنا على القلاف بهذا التساؤل يقول أطرح أمام ضيفنا الكريم وماذا يجود بإجابته علينا الدكتور مشان هل نعامل الناس كما نحب أن يعاملون أم نعامل الناس بأخلاقنا وحتى وإن كان بهم من السوء هذه فلسفة مخرجنا والإجابة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعين شو بدخيل يعني سبحان الله هذا الموضوع نحتاجه حقيقة يعني وحاجتنا إلى هذا الموضوع ماسة لأن في طبيعتنا نخالط الناس ولا يمكن للإنسان أن ينزوي لوحده يعني ما يذكر حتى من يعني كلام العامة يقولون الجنة بدون ناس ما تندس يعني الآن لو خرجت الأجمل مكان أجمل مكان في الوجود اليوم لن تستطيع أن تتحمل أن تعيش لوحدك يعني بضعة أيام بضعة أبدا لابد أن تبحث عن أناس يعيشون في مكان حتى تتعايش معهم طبيعة البشر طبيعة الإنسان أنه يتعايش مع النصر وحتى قيل أنه ما سمي الإنسان إنسان لأنه يعني يأنس بطبعه مع النصر هذه أنا كاشخة وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا لأنه يتقلب نعم فهذه طبيعة الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا يبين فيه أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم فالمخالطة طيبة فوبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في المخالطة لابد أن يكون يجد الإنسان الأذى ويجد الإنسان أحيانا الخطأ ولكن لابد أن تعايش الناس شئتها ما بيت لكن تخفف نعم هذا أمر طيب تخفيه طيب لكن أن تقطع نفسك عن الخلائق فهذا يشق ولن تستطيع حتى أن بعض العلماء يقول عن العزلة لما تكلموا عن العزلة قال عزلة الجاهل زلة زلة وأما عزلة العالم فمع حذاءه وسقاءه العزلة يعني فترة ليس اليوم كله يعتزل الناس ولكن فترة من الفترات يعني ساعات معينة ما يكون مع الناس فالإنسان العادي لا تكون لها تكون له يعني شيء طيب وإنما تكون زلة وأما العالم فيختلف لعندما يعتزل فإنه يجالس منهم أفضل منا يجالس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجالس العلماء يجالس الكتب يفتش في هذه الكتب فيجد خير من وطى الأرض في هذه الكتب عليه الصلاة والسلام فنرجع مرة ثانية لقضية مخالطة الناس لا بد أن نعلم أن في المخالطة أذى والناس يبوا دخيل يعني ما هم يعني كما يقال على كيفي وكيفك أن نختار عقولهم وأن نختار أطباعهم مش مدينة وردية أبداً وبعدين سبحان الله العظيم هذه الطباعة بين البشر أحياناً تكون جبلية يعني الإنسان تجد سبحان الله جينات هذا الإنسان فطر على أنه عصبي يغضب لأدنى شيء نعم وجينات هذا الإنسان يعني هو وأبوه وجده وإلى آخره تجد فيهم الحلم والأناث تسمح لي أجدهد أكثر في حضرتك نعم يعني حتى ما يزعلون علينا العلم والمعرفة والعلم النفس والحمد لله دينا لا يخالف لا زمان ولا مكان ولا يخالف العلم بل يؤكد على العلم يقولك هذه أنماط شخصية في المجتمع تختلف من شخص لآخر سين من الناس به أكثر من نمط ولكن هناك نمط طاغي على نمط العصبية التردد الانفعال الحلم يعني ليست بجميعها سيحة فهؤلاء من نخالطهم صحيح الشريعة كيف قومت الغلو هنا في هذا النمط والغلو هنا في هذا النمط حتى أستطيع أن أتعامل مع نفسي قبل الآخرين نعم نعم صحيح لكن أنا أردت أن أتكلم عن هذه الأنماط التي ذكرتها أن الناس أنماط وأن الناس أطباع وهذه الطباعة التي بين الناس ربما الإنسان لا يستطيع يعني يشق عليه لا نقول لا يستطيع لكن يشق عليه أن يغير طبيعتها لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقع ويعني أعيد القضية الأخرى إنسان جبل يعني فيه إنسان جبل حليم لن تقضب لم يتعلم هذا الحلم من قراءة أو دراسة أو الحياة وإنما سبحانه فطره الله سبحانه وتعالى مثل الأشج بن قيس قالنا فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا قال يا رسول الله هاتان الخصلتان جبلت عليهما أم تطبعت بهما أنا تخلقت بهما قال بني جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله نرجع مرة ثاني قضية لما نعرف أن هذه أنماط بين الناس وطباع وليس أنت مكلف بتقيير طباع الناس ولن تستطيع إذن لابد أن تتعامل معهم كيف تتعامل مع الناس هذه القضية التعامل أم التكيف متى أكون مجبرا أن أتكيف ومتى أن أكون أتعامل بمعنى في أهل بيتك في أشرتك مع أبنائك أخرج إلى دائرة الأكبر في محيط أرحامك ليسوا كذلك هم ناس كذلك بعد محيط الأرحام الأصدقاء بعد محيط الأصدقاء الحمل بعد العمل الدائرة الكبرى المجتمع وقسها على ذلك نبي ركاز للتعامل معهم جميل هو قضية هل هو تعامل أو تكيف كما ذكرت أنا أتشاهد ولا أتشاهد أنا أقول تعامل وليس تكيف تتعامل ولا تتكيف لأنك أحيانا لن تستطيع أن تتكيف مع أشخاص قد يكون أخلاقهم غير جيدة مفعالاتهم غير منضبطة كيف تتكيف معهم تتكيف أحيانا ربما أن تقول أتطبع بطباعهم وأجالس هؤلاء لا أو أتنازل عن مبادئ أو أتنازل عن مبادئ أو أتكيف معهم أحسن لا كيف تتعامل معهم طيب الآن إنسان إنسان يعني ربما يكون إنسان غضب وإنسان يعني على أتفه الأسباب ربما يثار هذا الإنسان كيف تتعامل معه أول قضية تتعامل معه بأخلاقك أنت وليس بأخلاقه هو إن كانت أخلاقه يعني ليست بجيدة فتتعامل معه بهذا السورة بهذا الشكل وهذا موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام الله يعينك علي أنا أتحزز بأمثلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل يعني أنتم تماثلون إذا أعطيناكم شيء ودين أو حاجة تماثلون فيها يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الرجل معاملة جيدة مع أن بعض الصحابة هم أن يضربه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر يعني لما قضب عمر وأراد أن يوقع بهذا إنسان كنت أنا أحوج وهو منك بأداء أن تأمرني أو أن توجهني أو تقول لي بسداد الدين بالقضاء وأن توجهه كذلك بحسن الطلب والأداء فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع هذا الرجل بطباعه هو بأخلاقه هو بالغلظة بالغلظة وشدة وإنما حتى عمر لما غضب قال له نحن أحوج منك يا عمر أن تأمرني بسداد الدين وتأمره بحسن الطلب والقضاء هذا جانب جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني مسك النبي صلى الله عليه وسلم من يعني أعلى ثيابه فقال أعطيني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويرد عليه بهمه أن يضربوه كذلك فأمر بالقضاء يأتي رجل أعرابي فيبول في طائفة المسجد منكر من المنكرات النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يضربوه وجههم التوجيه الطيب يعني ادلقوا عليه من الماء نعم أهريقوا عليه ذنوبا من الماء وانتهت القضية حتى أن الأعرابي لما رأى هذه المعاملة وحسن الكلام قال اللهم اغفر لي ولي محمد ولا تغفر معنا أحد لماذا؟ لأنهم حاولوا أن يعاملوا بشيء كان شدة ولين المصطفى ولين المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك نحن ينبغي علينا ينبغي علينا أن نتعامل مع الناس بطبائعنا بأخلاقنا بعقولنا بحلمنا حتى نأخذ ما نريد حتى الناس العامة يقولوا اليوم يقولوا يعني الكلام الكلام اللي يأخذ الحق البين الكلام اللي الحق البين فأنت يعني أحيانا بكلامك اللي بأسلوبك تأخذ حقك وربما تغير في الإنسان هذا بهذا الكلام فالشاهد عندما يحصل لك موقف موقف من المواقف لابد أن ترى مما يذكر عن الأحنف بن قيس قال يقول له أحد معاوية أو غيره قال له كيف الست قومه كيف ست الناس قال ما أذاني أحد ما أذاني أحد إلا نظرت فيه في إحدى ثلاث أمور في أمور ثلاث إن كان فوقي فعرفت له فضنة يعني كان أب أو عم أو كبير في السن كبير في العنة أعرف له قدرة وإن كان مثلي تفضلت عليه أنا تفضل عليه يخطي التفضل عليه كهكذا وإن كان دوني رفعت نفسي عنه ثلاثة أمور الجاهل ترفع عنه الحليم اللي نفسك وفي طباعك لكن أخطأ تفضل عليه والكبير حتى لو أخطأ عليك أعطيت المقام وقدر أعطيت المقام نبي نوقف عند هذا المقام وقدر ويبدو تساؤل مخرجنا اللي بدأنا فيها الحلقة يرحل إلى الحلقة القادمة فضلا وليس أمرا توكلنا الله بإذن لي ما ترى معينا إذن وصلنا للختام وفي الختام لم يبقى إلا السلام إنما كنتم دمتم في حفظ الله ورعايته فما الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر